مجزة الثالثة عصرا من التلفزيون المصري أهلا بكم دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا مشيرا إلى أن ألاف المدنيين يعانون من النزاع بين روسيا وأوكرانيا وخلال مؤتبر صحفي مع وزير الخارجية الروسية سيجريلا بروفا بموسكو قال جوتاريش إنه يجب العمل على فتح الممرات الأمنة وضمان سلامة المدنيين وإخراجهم من ماريو بول من جهته قال لفروفا إن أوكرانيا تستخدم كساحة نزاع لمواجهة روسيا مشيرا إلى موافقة بلاده على طلب أمين عام الأمم المتحدة للحوار بشأن أوكرانيا كما شدد لفروفا على أن موسكو تعمل بالتنصيق مع منظمات الأمم المتحدة لتخفيف معاناة المدنيين في أوكرانيا قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات الأوكرانية تقوم بعمل دفاعي كبير في مواجهة القوات الروسية وأضف أوستن أن المساعدات العسكرية الغربية تصنع فارقا كبير في ميدان المعارك بأوكرانيا مشيرا إلى أن قيمة الأسلحة التي تم تقديمها لأوكرانيا تفوق حتى الآن الخمسة مليارات دولار أعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة إثر انفجارة في مصفات للنفط جنوب البلاد وهو ما أصفر عن عشرات الضحايا والمصابين وتقدمت مصر حكومة وشعبا في بيان لوزارة الخارجية صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا ولأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين ومؤكدة على وقوفها بجانب نيجيريا في هذا المصاب الأليم قال المتحدث باسم القوات المسلحة العرقية يحيى رسول إن تنظيم داعش الإرهابي قد طلق دربة موجعة أسفرت عن مقتل عشرات في التنظيم في محافظة تانينوى شمال البلاد وأشار المتحدث إلى القضاء على ما يسمى بولاية دجل جنوبي الموصل لافتا إلى أن العمليات مستمرة لملاحقة فلول العناص الإرهابية في هذه المناطق فضلا عن استمرار الدربات الجوية النوعية سواء في الجبال أو الوديان أو المناطق الصحراوية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة وأكدت وزارة الداخلية أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها مشددة على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد لم تشهد أي تغيير وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال الأربع وعشرين ساعة من ضبط ثلاثمائة واثنتين وسبعين قضية تموينية بمضبطات قرابة الأربعمائة وخمسة عشر طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من ثلاثمائة وواحد وثمانين طن سلع وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزد من السعر الرسمية للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة ثلاث عشر طن أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من ثلاث عشر طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط أربعمائة وواحد وثلاثين قضية من بينها ثلاثة وتسعون قضية خبز ناقص الوزن ومائة واثنتين قضية خبز غير مطابق للمواصفات نهاية مجزاء ثالثة من التلفزيون المصري نشكر لحضرتكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء